اشتركوا في القناة وبرامج اخرى متفرقة ولكن في البداية سنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم معناوينها مقتل 5 اشخاص وحرق مقر امني بالنيل الازرق ونزوح 81 اسرة الى كادوغلي جراء اشتباكات بمنطقة الخرصانة لجان المقاومة تحدد شارع المطار والبرلمان وجهة لمواكبها ومجلس الوزراء يعلن يوم الخميس عطلة رسمية الكتلة الديمقراطية توافق على مقترح تقدمت به الالية السلاسية و13 حزبا وكيانا مدنيا يبدأون حراكا لبحثة قوى الثورة العيدون الى النيل الازرق يعيشون عوضاء انسانية قاسية واتصام في الجنينة واغلاق طرق في شمال دارفور ونهر النيل والان الى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا كنت لخمسة اشخاص في اشتباكات داخل سوق بوكوري التي تبعد حوالي 110 كم جنوب الدمازين باستخدام الاسلحة البيضاء ونفت فوات حنور البشير الناطق الرسمي لحكومة الاقليم في بيان ان تكون الاشتباكات ذات طابع قبلية مبينة انها نتجت من خلافات بين مواطنين وعمال حصاب المانجو وبالمقابل قال مواطنون من المنطقة لراديو دابنغا ان مواطنون غاضبون احرقوا مغرى الاستخبارات بالمنطقة على خلفية احتمام مجموعات قبلية بالمبنى كشفت مصادر عن موافقة الكتلة الديمقراطية على مقترح تقدمت به الالية السلاسية بالحفاظ على نسبة اتفاك سلام جوبا في السلطة التي تمثل 25% وطلبت بتعديل النسبة الى 38% لتضم امثلين لبقية احزاب وكيانات الكتلة من غير اطراف السلام بجانب الدكتور التجاني السيسي وقالت الحرية والتغيير للكتلة الديمقراطية في بيان عقب اجتماع هيئتها القيادية يوم الاربعاء انها تسلمت ثلاثة خيارات سياسية من الالية السياسية دون ان تسميها واوضحت انها وافقت على الخيار التالد مع بعض التحفظ كشف الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جمعة الوكيل عن اجتماع مع الحرية والتغيير المركزي من اجل ايجاد حل سياسي شامل واكد جمعة الوكيل في حديث لراديو دابنقا ان الكتلة الديمقراطية لا ترفض الحوار مع اي طرف وحمل الاتفاق الاطاري لانسداد في الافق السياسي والاحتقان في الشارع العام وقال الوكيل لراديو دابنقا في هذا الخصوص الرفاق في الطرف الاخر في المركز عندهم مشكلة كبيرة هم احزاب ما عندها تجارب على مستوى الشخصيات ما عندهم تجارب ما حكموا قبل كده ولا عندهم تجربة ولا ناضروا اكثر من باقي الناس هناك في حزب الامة حزب كبير كنا نتمنى ان حزب الامة يقوم بدور الحزب الناضج الحزب المقاومة بولاة الخرطوم عن تسيير مليونية السادس من ابريل الى شارع المطار بالخرطوم ومقر البرلمان في امدرمان وقال تنسيقيات مدينة الخرطوم واشر جنيل وجنوب ولجان بحري الحاج يوسف في بيان مشترك انها ستسيير المليونية الى شارع المطار باسم سلطة الشعب مؤكدا انها ليست طرفا في اي تسوية وقال احمد عصمت المتحدث باسم لجان المقاومة بمدينة الخرطوم لراديو دابنقا بكرة هتنعيد علينا الزكرة الرابعة لستة ابريل اللي هو زكرة اقتحام معاقل حصون العدو تضامن الشعب السوداني وصراره على اقتلاح حقه لسه الشعب السوداني واقف قوي ومصر انه يعني يقلع حقه مهما كان ده بيوري يعني عظمة اليوم ده يوم ستة ابريل من جهتها اختارت تنسيقيات لجان مقاومة مدرمان الكبرى تسيير المليونية الى مقر البرلمان باسم زلزال ستة ابريل واكد محمد طاهر من لجان مقاومة السبيل لراجو دابنقا استمرار المواكب الدعائية وتوقع ان تكون مليونية حاشدة واضافي هذا الخصوص لجان المقاومة بدأت اعدادات تسيير مليونية ستة ابريل من بدريع وهتتحرك المليونية متوجهة للمسائرات المعلمة معلنا مسائرين مسائر من المدرمان الكبرى لبرلمان الشعب ومسائر لمدينة الخطوم وبحري متجهة لشارع المطر استعدادات الشباب مجهزة من مكاتب الميدانية من مكاتب التعمينية اعلن مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق ستة ابريل واضطة رسمية استباقا للمليونية التي اعلنت عنها لجان المقاومة وقالت الامان العامة لمجلس الوزراء في تعميم صحفي ان العطلة بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية في ابريل 1985 اتفقت 13 من الكيانات السياسية والمدنية والشخصيات على ضرورة بحثة قوى الثورة ديسمبر من اجل سقاط الانجلاب وقالت الكيانات التي تضم حزب البعث وحركة تهرير السودان قيادة عبدالواحد ومحمود عرفور بجانب الدكتور ابراهيم الامين في بيان مشترك عقب اجتماع لها يوم الاثنين ان الاجتماع امن على ضرورة وحدة كافة قوى الثورة وقالت دكتور ابراهيم الامين لراديو دابانكا انهم ليسوا تحالف او حزبا جديدا بل محاولة لتحريك القوى السياسية لحماية الثورة واضاف هذا القصوص نحن بنرى ان السودانين كلهم اعلى الاوام بانهم يتوحدوا حول الثورة لا فيها اي تنظيم ولا فيها اي تحالف عبارة عن تحريك للقوى السياسية نحو الوقوف يعني لحماية الثورة من جانبه قال البروفيسور صدق تاور القياد في حزب الباس لراديو دابانكا ان الاجتماع خطوة اولى نحو بناء جبهة شعبية وواسعة لكل قوى الثورة واوضح ان الراوض بين المكونات والشخصيات الموقعة تنسيق وليس تحالف واضاف صدق تاور بحثت قوى الحرية والتغيير مع المجوز الفرنسي الخاص للقرن الافريقي فريدريك لافي التحديات التي قادت لتأخير التوقيع وقالت لجنة الاتصال في قوى الحرية والتغيير في بيان انها اكدت خلال الاجتماع على قدرة الاطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات يعاني يعاني ايام ايام في المعبر في انتظار تهيئة سبل وصول الى مناطق مبينة انهم يعيشون في العراء وتحت الاشجار واضافت في هذا الخصوص هم جايين بكمية هائلة وهم موجودين في المعبر بتاع منطقة بقول الله اقوله بجد الوضع الانساني بالنسبة لهم صعب جدا لانه التدخلات يعني بالنسبة للعايدين تدخلات ضعيفة جدا فحس هم الموجودين في المعبر بتاع أوله واتجحوا في مناطق مختلفة وصلت 81 أسر نازحة يوم الأربعة إلى مدينة كادوغلي بولاة جنوب كردفان عقب الأحداث التي شهدت منطقة الخرصان الحدفية مع ولاية غربي كردفان الجمعة الماضية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 12 شخص على يد مسلحين وقال الأمير البطري كواليب أمير إمارة أنجولو لراديو دابنقا أن الأحداث تسببت في هلا ونزو 81 أسر إلى داخل مدينة كادوغلي الأربعاء أغلبهم من النساء والأطفال حيث تم استضافتها مع الأسر في حياة مجمع شمال المدينة وكشف عن الحوج الماسة للأسر النازحة لمواد الإيواء والغزاء والدواء وأضاف الأمير البطري كواليب أمير أمارة تنجولو لراديو دابنقا عدد من قطار قتل ضابط بالردبة ملازم أول بقوات الدعم السري وجرح ثلاثة من جنوده في اشتباكات مسلحة مع إصابة قامت بنهب مواشي بمنطقة ورقات 20 كم غرب مدينة الضيان عاصمة ولاة شرق دارفور وقال مصدر بحكومة ولاة شرق دارفور لراديو دابنقا أن الضابط قتل في كمين نصبه اللصوص سرق أبقار خلال فزع لاسترداد الأبقار وقال أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على اللصوص وهم ثلاثة أشخاص وتجري معهم تحقيقات حول ملابسات الحادث النظم نازحون يوم الأربعة اعتصاما أمام بوابة مطار الشهيد سبيرة في الجنين احتجاجا على عملية التخطيط الجارية لقرائهم ومزارعهم التي تقع غرب المطار وطالب المتصمون في مذكرة معنونة إلى حكومة الولاية منها بالوقف الفوري لكافة الإجراءات الجارية لتخطيط القرى والمزارع كما طالبوا بقفل سجيل أراضي قرى ومزار غرب المطار ويقالت مدير عام وزارة البناء التحتية وأضاف المعتصمون في هذا الخصوص تواصل إغلاق طريق الخرطوم عطبر برسودان لليوم الثاني على التوالي من قبل تحالف تحراق مما تسبب فشال التان في حركة المرور على الطريق واستسنى لإغلاق عربات الإزعاف وقال ناشطون لراديو دابنقا إن مجموعة تدبع للتحالف نصبت خيمته منذ صبيحة الثلاثة وأغلغت الطريق الذي يربط بين الخرطوم وبرسودان عند كبري عطبرة وأضاف مسامح حسامة لراديو دابنقا في هذا الخصوص يعني أنا بصدر أوصل معلومات إن الناس مدعومة يعني القفلة بتاعة الكبري دي قفلة بتاعة الناس مسنودة من حقهما يعني الناس سيكون واضحة دليل على كده اللي احنا مبارح وصلنا بين غوكب الكبري وهم مواقفين في الكبري وللأسف الشديد يعني الأجهزة الحكومية كلها واقفة يعني كان في لحظة كده الناس ممكن تشتبق مع بعض فتحزين الناس عايزين الحاجة دي تحصل من جهة ثانية نفى تحالف تهراق صلاته بأي عمل سياسي وقال أمر عبدالرحيم مسؤول الشباب في التحالف لراديو دابنقا أن التجمع جسم مدني مطلبي وأوضح أن مطالبهم خدمية تتعلق بتوفير خدمات التعليم والصحة وتشهيد الطرق إضافة لإقاف أنشطة التعدين بمناطق بربر والباوغا والتي تضرر منها المواطن وأوضح أنهم اضطروا إلى قفل الطريق بعد رفع مذكرتهم التي حاوت 12 مطلب لحكومة الولاية ولم تجد ذرات حتى الحقيقة المطالبات بتعطنا مطالبات بتعط خدمات وما عندنا أي صفة سياسية أو أحزاب سياسية لأننا مجتمع مدني مجتمع نطالب بحقوق الولاية في أشياء كثيرة جدا جدا إذا كانت مجانية التعليم مجانية الصحة ورفعنا مذكرة لمجلس السيادة 12 مطلب وما ردونا لحد أسه أو نحن اتخذنا هذا الموقف انتقد ناشطون في الولاية الشمالية عمليات التجنيد التي يقوم به كيان درع الشمال في الولاية وحذروا من خطورة الخطوة على النسيج الاجتماعي وعلى وحدة البلاد وقالت الناشطة السياسية أضواء كاشف لراديو دابانجا إن عمليات التجنيد وجدت رفض كبير من سكان الولاية الشمالية وأوضحت إن المجموعات التي تساند عملية التجنيد هي المجموعات التي لديها مصالح وأن أغلبها تنتمي للنظام السابق وأضافت الناشطة السياسية أضواء كاشف لراديو دابانجا في هذا الخصوص هما أصلا هما ما عندهم علاقة بالجدمانة وبالتأكيد هي بتشكل بتشكل خطورة على المنطقة وبالتشكل خطورة على الوطن عموم التسليح لأنه نحن شايفين ما حدث في دارفور من جهة أخرى أكدت مصادر وجود تحركات للتجنيد من قبل درع الشمال موجود رفض من قبل الأجسام النوبية وقال حاتم حسن لراديو دابانجا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تكسيم البلاد وأوضح أن عمليات التجنيد شملت الشباب العاملين في أسواق التعدين القادمين من مناطق أخرى ونوه لما يحدث الآن في الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بدمج قوات الدعم السري مؤشر لخطورة ما يجري الآن في الولاية الشمالية وأضاف الناشط السياسي حاتم حسن لراديو دابانجا في هذا الخصوص يوجد الدعم التجنيه حتى في اتفاق الإطاري والكلام يحصل ضياني الحياة دي كل نحن شايفين ماذا يخلي العراف أو يبقى الحصل في اليمن أو يبقى سوريا المخلط كشف مهندسون عن اكتمال العمل في مشروع الحل الجزري لمياه القضارف بنسبة 25% مطالبين الحكومة باستكمال ما تبقى وقال المهندس أحمد مزعود خلال مخاطبة وفد الجبهة الشعبية لمياه القضارف الزائر لخزان عطبرة وستيت يوم العربعاء لراديو دابانجا إن القضايا المتبقية تتمثل في مد خطوط المياه من محطة الرواجدة إلى جبل الشميلاب ومنها إلى جبل الجيش الخبر الأخير في النشرة دخل يغلاق طريق الإنغاز الغربي يوم التالد على التوالي للمطالبة بإعادة المدير التنفيذي وأكد الدكتور آدم حامد لراديو دابانجا استمرار إغلاق الطريق مع استثناء البصات والسيارات التي تحمل المواشي وأشار إلى نهاية المهلة التي منحوها لوالي الولاية المدير التنفيذي السابق وعفاء الناظر الصادق ضوالبيت مستمعنا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دابانجا وإلى لقاء